موسيقى شيع أبناء الجالية اللبنانية في تورنتو ابنهم العسكري الكندي من أصل لبناني مارك دياب إلى مثوه الأخير الأسبوع الماضي وكان الفقيد قد قتل في أفغانستان أثناء تواجده لأداء واجب العسكري هنا قبل أسبوعين مزيد من التفاصيل في التقرير التالي Puber Mark Diاب was born in 1986 in South Lebanon in the town of Ann Nhbil to parents Jehan and Haenni Diab after two sisters Maia and Jessica In the year 2000 the family immigrated to Canada residing in Mississauga Mark was loved by his family, friends and girlfriend Mary admired by his peers and an integral member of Our Lady of Lebanon's Maronite Catholic Church community المترجم الى المددينة يتعلق الأربياء وقاله أولاً وفرق بحثينه من المترجم التنقلات من قنقرية كان من روالك الدراجين والمترجم للقناة و قد يتعلم عنه 3rd Battalion روالك الدراجين في سنة في كانت من قناة في تنسى مدعوبة سنة 8 سنة كان قد يشارك بميزة مصر في الشعواليكوت الدراج وقال إلى مدعارة والمسيصط في خلال المجال كان 22 سنة المصرحيات المتعالية مجرد يمجب الجزء للهود في مرح 12 سنة 2009 حصلت في تنترين، سنة يمجب المعالية المصرح في المجرد الآخر في المسيارات المخطرية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة موسيقى 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 من CFB Trenton the hearse passed along the Highway of Heroes a traditional stretch from Trenton to downtown Toronto under 50 bridges where hundreds of people stood waving flags and holding up signs in the honour of their Canadian hero Trooper Mark Diem I feel honoured to be here and to pay my respects to a Canadian hero I served in the military reserves for 6 years and I now work with the police service and this means a lot to me to come out and show my little bit of respect to Canadian hero موسيقى 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 اليوم نحنا يعني حسدنا رتير كبير عمر مارك مارك هو ابننا ابن ضيعتنا وهي بطل من أفضل كندا ولبنان نحنا اليوم هون نوقف حد أهله وحده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر وشعور بالأسف والفخر لأنه واحد منا وفينا واحد من وطننا العصلي لبنان ومن وطننا الحالي كندا أكيد نحن وقفين مع أهله ومنحس معهم إحساس عميق ومنتمنى أن يكون نفسه بالسماء وبالتأكيد شعورنا كثير حزين هالشغل اللي صارت ومنعزة أهله ومنعزة كل الليبانية وكندية كمانا موسيقى